شكرا للمشاهدة في الدرس السابق تكلمنا عن الروابط الآيونية تنشأ الروابط التساهمية عن طريق مشاركة الذرات بالإلكترونات وعكس الروابط الآيونية تنشأ الروابط التساهمية أيضا عندما تقوم ذرتين بالمساهمة بالإلكترونات وهذا الترتيب ينتج عنه روابط قوية جدا عند الارتباط ذرتين بالمساهمة بالإلكترونات فإن هذا الإلكترونات تساهم حول الذرتين وهذه المساهمة تسبب ارتباط الذرات مع بعضها البعض ومثال ذلك اتحاد ذرتين هيدروجين لتكوين جزء من الإيدروجين وغاز الميثان أيضا وهو عبارة عن أربع ذرات إيدروجين تشارك طبعا بالمساهمة بالإلكترونات مع ذرات كربون لنفهم كيف يتكون هذا الجزء يجب أن نبدأ بالذرة المركزية وهي الكربون وذرة الكربون تحتوي على ست إلكترونات اثنين منها على مدار قريب من النواة وأربعة على مدار الخارجي من النواة وذرة الكربون تتفاعل مع أربع ذرات إيدروجين لتكون ثمانية إلكترونات وكثير من الذرات تتفاعل بنفس الطريقة بشكل طريقة ملء المدار الخارجي للذرة أتمنى أن يكون فهمتوا الروابط التساهمية في الذرات إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي ترجمة نانسي قنقر